اشتركوا في القناة جهد زفزاف للإذاعة الوطنية زفزاف أكد تجديد بالماضي لعقده منذ فترة وأنه مستمر لكنه لم يكشف السبب عن عدم الإعلان الرسمي رغم أن الأمر يتعلق بمنصب حساس وهو منصب مدريب المنتخب زفزاف تكلم أيضا عن مدة العقد وقال أنه لغاية 2026 لكنه لم يؤكد أيضا وجود أي أهداف في النسختين المقبلتين للكان ربما يكون هناك أهداف مسطرة ومتفق عليها لكن تجديد العقد لغاية 2026 يوحي تماما أن الأهداف ربما لن تكون كبيرة وربما تتوقف على مشاركة مشرقة ذف إلى ذلك أن زفزاف حين السئل عن الأهداف المسطرة لبلماضي لأجل تحقيقها في كأسي إفريقيا المقبلتين قال أنه يجب أن تكون الأهداف مقارنة بما حقق في السابق والجزائر كما تعلمون لم تقدم مستويات كبيرة عاد الفوز بنسخة 2019 والتأهل لنصف نهائي 2010 يعني حتى لو أقصنا في دور مبكر في الكود ديفوار الأمر بحسب زفزاف ربما يكون عادي بخصوص المحترفين الآن زفزاف أكد أن عوار أعطى موافقته النهائية منذ فترة وأنه سيكون مع الخضر بشكل رسمي لكنه في ذات الوقت قال أنه لم يتمكن من إتمام إجراءات تغيير الانسيارية لغاية الآن صراحة لا أفهم هذه الإجراءات التي تستمر لأكثر من عام بخصوص غويري قال زفزاف أنه على اتصال متقدم به لكنه شدد على أن اللاعب ولغاية الآن لم يعطي موافقته النهائية بخصوص اللاعب للجزائر لكن الاتصالات ما زالت مستمرة ويمكن أن تثمر اتفاقا في الأشهر المقبلة بخصوص أيت نوري وشعيبي الأمور معهم مضمونة منذ فترة وزفزاف أكد أنه سيكونون جديد الخضر في الفترة المقبلة لم يقل مارس لكن بنسبة مؤكدة أثناء سيكون حاضرا في التربص المقبل نصل الآن لمناقشة هذا الكلام البداية بغويري الذي صنع الحدث فأثناء الندوة الصحفية التي أقيمت اليوم وتسبق لقاءران وبوردو في الكأس نفى غويري جملة وتفصينا أن يكون على اتصال مع الفاف حتى أنه تفاجأ بالأمر وأكد أن تركيزهم منصب فقط على منتخب أمال فرنسا وأنه لم يقرر بعد المتخب الذي سيلعب له البعض بدأ في الهجوم على زفزاف والفاف والصخرية منهم بعد هذا التصريح حتى أن منهم قال أن الرجل يكذب ويدعي ودليلهم في ذلك نفي غويري لأتصال مع الفاف وهو أمر غير صحيح بحسب معلومات مؤكدة لدي سبق وأشرت إليها في عدد سابق غويري فتح الباب أمام الفاف لأجل بدء مفاوضات الانتحاق بالجزائر غويري بات يملك قناعة أنه لا يملك مكانا في فرنسا وأن تضيعه للوقت في الانتظار ربما لن يكون في صالحه قد يقول لأحدهم لماذا لم ينفي إذن أقول له أن في أمر جد جد عادي وأي لاعب مكانه كان يجب أن ينفي ويكذب غويري ما زال في منتخب فرنسا للأمال ولديه كأس أوروبا في نهاية المقصر وهو ضامن لمكانه في كأس أوروبا حتى أنه القائد وحتى لو اتفق مع الفاف سيلتحق فقط بعد نهاية الأورو وهو ما يعني أن زفزاف تسرع كثيرا في إعلان مفاوضة ضم غويري للمنتخب كان عليها أن لا يتكلم بهذه الصيغة أعطى كل المعلومات لأنصار الخضر وللصحافة أمر ربما أحبه البعض لكن وضع غويري في حرج كبير وكبير جدا تجاه سيلفر البول مدرب فرنسا للأمال المهم المفاوضة مع غويري موجودة حقا حتى لو نفع وحتى لو لم تكن المفاوضة معه شخصيا أو مع وكيله فهي مع محيطه العائلي على الأقل ما يعني أن الفاف في الطريق الصحيح بشأن إقناعه ربما خطأ زفزاف في إعلان ذلك على الملأ لأنه قد يؤثر على اللاعب لكن عليه أن لا يستسلم ويتراجع بأتا تصريحة غويري لأني أرى أنها جد جد عادية بخصوص عوار الكثير من المصادر الفرنسية ما زالت تنفي أنه سيلعب للخضر متحججين أنه لم يغير جنسيته بعد بحسب رأي المتواضع وأتمنى أن تقبلوه عوار يرفض وضع حد لهذه الإشاعات رغم أن هناك اتفاقا فعلا على بالماضي أن يوجه له الدعوة في مارس ووضعه تحت الضغط يعني إما أن تختار الجزائر وتعلن ذلك صراحة أو تبقى كما أنت بعيد عوار صار عمره 25 سنة وهو سن متقدم جدا 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 للاعب ما زال يفكر إلى أخبار محترفين الآن والبداية بمحرس رياض وبعد أن توجه بجائزة هدف الشهر لشهر ديسمبر الناضي توجه اليوم أيضا بجائزة لاعب الشهر رياض تفوق على النجم النرويجي إيرلينغ هارلند الذي تألق بصورة لافتة أيضا وسجل عديد الأهداف بخصوص محرس فقد نال الجزائري إشادة كبيرة بعد أن قاد فريقه السيتي يوم أمس للفوز على حساب تشلسي بهدف وحيد من دورات في الدوري محرس بدأ اللقاء على الدكة وهو أمر عادي نظرا لكثافة البرنامج وسجل الهدف أربع دقائق فقط بعد دخوله رياض يعتبر حاليا أحسن لاعبي سيتي وعليه أن يقاتل للبقاء أساسيا يبدأ نديد نيبرو الأوكراني تربصا تحضيريا في تركيا تحسبا أفوا للنصف الثاني من الموسم التربص سيعرف تواجد لاعب الخضر وأحسن لاعب في الفريق في النصف الأول من الموسم يانيس حماش حيث أعلن ذلك مدرب الفريق إكس إفجيني كراسينكوف حماش كان قد تعرض لإصابة كانت تبدو خطيرة في بداية نوفمبر الماضي وغاب عن على إثرها طيلة الشهرين الماضيين الجزائري يكون قد تعافى من الإصابة وبدأ العمل البدني وهو ما يفسر تواجده بشكل عادي في التربص حماش سيعمل على تقديم نفس مستوى النصف الأول ولما لا مستوى أحسن يساعده على العودة سريعا للمنتخب وأيضا الانتقال لنادي أكبر ميدنيبرو في الصيف المقبل في الدور الخارجي ربما من يعلم بعد تصريحاته التي أشرنا إليه في يوم أمس والتي رحب فيها بقوة باللعب في نادي ليل أعد موقع اللوب تيللوا المقرب جدا من نادي ليل استفتاء للأنصار عن رغبتهم في رؤية لعب الخضر نبي بن طالب مع الفريق وأيضا أهمية ذلك من الناحية الفنية الاستفتاء أطلق اليوم فقط وسيستمر ربما ليوم آخر لكن الملاحظ من البداية أن 58% يؤيدون هذه السفقة ويرون أن قدوم بن طالب سيكون إضافة قوية لكن برغم ذلك لا يمكن أبدا إهمال النسبة الباقية 42% وهي نسبة تبدو كبيرة جدا بالرغم من أن مستوى الجزائري كان كبير جدا في آخر عام لكن ذلك لم يقنعهم على ما يبدو لأجل ترحيب بصفقة بن طالب برغم ذلك وجب التجديد على أن بن طالب قريب وقريب جدا من اللعب في نادي ليل وكل شيء سيتضح قريبا يبدو أن الصحفة الهولندية لن تملأ أبدا من سرد أخبار زروقي وانتيقاله الوشيك لنادي فينورد العشراء من المصادر الهولندية قالت اليوم الجمعة أن زروقي وناديه توانتي اتفقوا فعلا مع نادي فينورد وأن الانتقال بات وشيك وشيك ووشيك جدا الصحفة الهولندية قالت أن التفاصيل صغيرة فقط تفصل زروقي عن ناديه الجديد وربما يتم الانتقال في غضون اليومين المقبلين زروقي بالمناسبة يلعب الآن لقاء عودة الدور الهولندي ضد نادي أيمن وهل تعتقدون عفوا أن الأمور انتهت فعلا وزروق انتقل؟ أم أننا سنأوذي نفس الأسطوان من النفي قريبا؟ عاد اسم لاعب الخضر رامي بن سبعيني للظهور من جديد حيث أدل مدربه دانيال فاركي بتصريحات اليوم الجمعة للإعلام الألماني تكلم فيها عن مستقبل بعض لاعبين ورامي من بينهم طبعا فاركي قال ما قاله المدير الرياضي وهو أن النادي لا يريد بيع اللاعب برغم ذلك قال مدرب قلع طباخ أنه لا يمكن أبدا أن يتم التكهون عفوا ببقاء بن سبعيني مائة في المائة لأنه لا يمكن لأحد الجزم بالمستقبل ويمكن أن تحدث بعض المتغيرات التي قد تؤدي في الأخير لرحيل اللاعب لكن برغم ذلك النية الأولى والأكبر هي إبقاؤه لغاية نهاية الموسم فاركي وصف قلط باخ بالفريق الكبير وبن سبعيني باللاعب المهم وقال أن اللاعب أصلا يضغط لأجل الرحيل بعكس ما يتم الترويج له في الإعلام حيث قال أنه يعول عليه كثيرا في النسب الثاني من الموسم لقيادة الفريق لتحقيق الكثير من الانتصارات إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة